ويعني فكنت فرحان بيه جدا ان هو مهوب قوي كده وعمري ما فكرت ان انا اقوله لا لانه وطلع امريكا بقى سابق كده وطلع امريكا يدرس بعد ما درس هنا خمس سنين في كلية التربية في معهد الموسيقى سافر درس هناك ايه اربع سنين كمان انا عدت ثلاثة ونص حوالي اربع سنين يعني درس بقى هناك قيادة اوركستر تعليف موسيقي يعني بس كل اللي انت بتقوله ده يا احمد يعني مش عايز اقول جيلك بيفكر في سكة تانية رعب وترعب وتك تك تك كده يعني كله حاجات كده ايه ملاش علاقة لا بالاصالة ولا بالاغاني اللي انا وعلي بنحبها ولا اللي انا بحبها له ولا الاغاني اللي هي يعني كله بقى عايز ايه اي حد صوته يركب على اي مزيكة ويعمل ايه ايه خلصنا خلصنا وطلعنا يعني حد قالك اني كوميديانة وقبل كده انا بحاول اما انا بحاول ابقى جد بس ولبس نظارة ايوه ايوه عملالنا جد طول النهار هي النظارة هي اللي هي دي اللي بتاعتي جد فانت مش بتفكر كده تعمل ايه هو على فكرة انا برضو عايز يعني الركورد يعني مش معطلط خالص على ايه يعني ايه في حاجات كويسة بالنسبالي انا بشوف ان في حاجات كويسة فمش عارف اصل في الاخر انا بشوف ان هي برضو كل واحد واختياره انت عايز تعمل ايه انا عايز اغني يعني عايز اللي هو انه غنى مش عايز اقولي بقى غنى اصيل ومش عارف ايه مش الفكرة بس اللي انا بعمله انه هو حاجة مودرن فيه تأسرات طبعا بحاجات اللي انا بحبها انا بحب الجاهز بحب العب بيانو فالحاجات اللي انا بعملها بعزف فيها بيانو في اغلب الوقت في كتير من الوقت اه الموضوع بسيط هادي اه احنا بنقدم اغاني فيه اغاني ليه كتير بس كمان بنقدم اغاني لناس كتير اه حتى يعني يعني الكوفرز اللي بعملها اونلاين اغلبها يعني هيه معلش جهلة لا لا عشان يشرحوا يعني كوفرز بتعملها اونلاين اه انا ايسف جدا يعني اعادة صياغة اغاني معروفة او وبمعنى أصح أغاني أنا بيحبها بصراحة يعني وبحس إن والله الأغنية دي ممكن يبقى فيها وجهة نظر مش تلف شوية أغاني كنت أغاني معلوف زي إيه يعني؟ يعني مثلاً كانت أول حاجة نزلتها من سنين كانت مش نظرة وبتسيمة وكانت تعرفت جداً مش نظرة وبتسيمة واللي برضو تعرفت شوية كتت طاري هوا كان عملت لها هارموني مختلف شوية